موسيقى يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي مستري انبوكسنج حلقة يديدة هذا البرنامج اكيد راح يكون برعاية يوريكا تأكد قاعد تابع حساب يوريكا دات تك على الانستغرام الرابط راح يكون موجود الحين على الشاشة فوق الثلاثين حلقة سويت لكم ياها بطريقة لأنتم متعودين عليها طاولة كاميرا فوق كاميرا جدامي ونبطل المنتج ونشوف كل شيء مع بعض سوف نغير لماذا نغير فهالمرة الوضع سوف يكون شوية غير سوف تفهمون عليه طاولة كلها لماذا لا بيرد اي فيو طريقة يديدة سوف نبطل العلبة مع بعض المستعرض المنتج الي واصلنا اليوم وتأكد ان كنت تشوف الحق للأخير سوف نفعل سحب علم منتجي سيكون هنا عشان تعرف الشروط سوف نرى الفيديو للأخير سوف نبدأ كل من يدري وايد وايد استانس على الربن يتبطل بشكل وايد وايد سريع خلصنا دعنا نرى ماذا داخل مقص سيكون دعنا ستشينه سيكون داخل علبة بعضة ابيض ابيض اه اي باد هذا هو اي باد اليديد الذي سيكون منه اصدار 32 جيجا طبعا ما يديله كفالة يوريكا سيكون لديه اصدار 32 جيجا اي باد واي فاي وهذا سيكون الابتداء طبعا اصدار اليديد مع الاي باد سيشبه الاي باد اير 2 بشكل وايد وايد كبير منهم وهو الريزولوشن وكثافة البكسلات اللي حتي يشبه الاي باد برو 9.7 اي باد عموه اوكي طبعا الاسمت لايب اي باد اي باد اليديد سيكون بس اسم상이 اي باد ما في اسم ثاني حقه قموبوز طلحه مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اوكي لون الذهبي اوهشكتر انا احب لون الذهبي صح نسمع نسمع مع بعض طبعاً منافس استكتر لما تيتشي لانت من عجب بالشاشة بس هم بصوت حلو الايباد مثل ما انتو تدرون وهو اللي يغير طريقة اجهزة اللوحية اللي موجودة احنا عندنا بالسوق حالياً الايباد راح ييب 9.7 بوصة وراح يكون هذا اصدار اليديد على نفس الريزولوشن اللي حتى موجود على الايباد برو 9.7 بوصة مرة ثانية المسكة مالت تذكرك بالايباد اير 2 لانها تغريباً نفس الابعاد وهذا المفروض يحل مكان الايباد اير 2 الجلاس لا تحسه دنس اكثر فيمكن يعطيك حماية اكثر بنفس الوقت الهوم بوصن اكيد اللي حم موجود هنا مبدد فيه راح يكون بصمة عندك كاميرا خلفية بدون فلاش الايباد الوحيد اللي فيه فلاش مع الكاميرا هو ايباد برو اصدار 9.7 وعندك كاميرا امامية طبعاً المعالج هنا راح يكون ايناين شيب بقارنة بال ايناين اكس اللي انزلت على الايباد برو اداء راح يكون تغريباً نفس الشي واداء البطارية اكيد فوقي 9000 ميلي امبير راح يعطيك ساعات متواصلة بحدود الـ 14 ساعة او 12 ساعة من ناحية انك انت تقدر تستخدمها غير الستاند باي تايم اللي ممكن يقعد يومين الى ثلاثة ايام على شحنة واحدة ما راح يكون عندنا هني ستيريو سبيكر اصدار مدارة عندنا سماعتين موجودين من تحت وهم اللي راح يشتغلون عشان يعطونا الصوت على اكيد راح يكون اصدار اي او اس 10 و راح يكون من الجهزة اللي راح تتحدث حق اي او اس 11 لما ان شاء الله ينزل اصدار اي او اس 11 مع العلبة راح يأكيد الكهرباء وطبعاً راح يكون طبقتين في ناس واحد ما تدري انه انت تقدر تركب مثلاً ما للسفر اذا انت رحت امريكا او رحت اوروبا او شي تقدر بس تتبدل الراس وكان الله غفور رحيما وهنا عندك انت مكامل يو اس بي واكيد اللايتنينج بورت اللي تعودنا من شركة ابل اي على جميع منتجاتها خلنا نلقي نظرة مقربة اكثر على الجهاز ونتكلم عن شروط المسابقة فوقه ايباد بلش عقب الايفون طبعاً واحدة من مقابرات ستيف جابز قال ان اوه اصلاً بلش يشتغل الايباد بعدين ما شافوا انه وايد راح يكون انتويتف لان يقول ليش ما نخلي هذا شيء يكون على تري فون وفعلاً هذا اللي سوا وهني نزل ايفون سنة 2007 ايباد فعلياً نزل بسنة 2011 فعقب تغريباً اربع سنين ثلاث سنين عقب ما نزل ايفون صار موجود عندنا الايباد والايباد انا افضله كتابلت اكثر لان التطبيقات الموجودة اللي موجودة عليه ما راح تكون تطبيقات ايفون مكبرينها علشان تستغل ابعاد شاشة لا بالمقابل منستغليلك ابعاد الشاشة لنزيدولك المحتوى اللي انت ممكن تحصله لمتي انت تبي تستعمل التطبيقات اللي راح تكون موجهة حق الايباد فهذا شيء ممتاز من شغلات الثاني اللي تقدر انت تسويها بايباد هو انك تقدر تنزل تطبيقات معينة علشان تقدر تخلي الايباد تكون شاشة اضافية حق الماكبوك تقدر طبعاً تسوي اللي انت مرور ديس بي ما بين الايباد والايو اس ديفايس الثاني اذا كان ايفود او كان ايفون وفي حالة اذا انت كنت مشغل اذا رن تليفونك راح يرن عندك الايباد بنفس الوقت هذا كلها راح يكون عن طريق السحاب وفي حالة اذا انت كنت مشغلها الخاصية هل امور هذي كلا راح تكون موجودة بسببات الربط اللي موجود عندك بالايتونز اكاونت فالايباد اكيد هو من اشهر التابلت بس حتى الايباد بنفسه صارت مبيعات مال تتقل خلال سنين اللي طافت فابل تحتاج انه تغير شكله تحتاج انه تسوي انوفيشن يديد وممكن هذا الشيء نشوفه خلال سنة 2017 باستثنانه ما نزلوا الايباد بيدي بسنة 2017 اللي ممكن نشوفه سوف نتغير في حالة الايباد برو او اصدار الديد حق الايباد اير ان هذا الايباد راح يكون من المواصفات المهمة جدا في سعر البسيط اللي راح تدفعها هذا ارخص ايباد بحاجة 9.7 بوصة ابل صنعته ابتداءا ب 329 دولار امريكي ما يعدل بحدود 100-120 دانير راح تحصل نفس الايباد البيدي على واي فاي 32 جيجا بايت ابتداء ووصل الى 228 جيجا بايت اكيد مع واي فاي بلس فور جي دلت الساعة سعره باكسنج لنا تغيير راح اقرأ اكيد تعليقاتكم تحت فالسحب شون تقدر تدخل السحب هذا شي اللي حم ما تغير السؤال اهو الاتي اي اصدار ما الايباد اللي فعليا علي الكاميرا فيها فلاش من الخلف جهاز واحد اهو وقلت انا خلال هذا الفيديو جاوب وايد وايد سهل كل ما عليك تسوي انك تجاوب على السؤال على الصورة الخاصة حق هذه الحلقة موجود على حساب yurika.tech على الانستغرام مشين اربع من ربعك سوفولو اكيد حق yurika.tech وموفقين جميعا مشكورين على الدعم سلام علي الطال وكسور سلام انكم متعيشون احمد بعريكي ومالله الكريم